وجعل أهل العلمي شروطاً لهذا الوجوب يعني ليس كل أحد يجب عليه ولكن من انتفت منه هذه الشروط وجب عليه أن يجيب دعوة الوليمة أقصد وليمة العرس بالذات من هذه الشروط قال أهل العلمي ألا يكون هناك منكر وإذا كان هناك منكر لا تجيب هنا لوجود منكر في هذا المكان كذلك من شروط وجوب إجابة هذه الدعوة للوليمة ألا تكون مرتبطاً بموعد سابق مثلاً عندك موعد سابق وأنت لا تستطيع أن تجمع بين الأمرين فهنا لا يجب عليك أن تجيب الشرط الثالث أن يكون مسلماً لأن من حق المسلم على المسلم أن يجيب دعوته أما إذا كان كافراً فلا يجب وإنما يستحب لكن لا يجب إذا دعك الكافر مثلاً إلى وليمة ليس واجباً عليك أن تجيبه لأن هذا من حق المسلم على المسلم الكافر إن أجبته طيب إن لم تجبه فلا شيء عليك من الشروط كذلك أن لا يكون هذا الداعي إلى الوليمة من من يجب هجره كأن يكون معلناً عن بدعة مثلاً معلم بالفسق هذا يجب هجره فهذا أيضاً لا يجب عليك أن تجيبه كذلك ذكر أهل العلمي من شروط وجوب إجابة الداعي ألا يكون ماله حراماً كأن يكون مرابياً كأن يكون يعني يغش يرتشي يعني ماله حرام كما يقال هذا اختلف فيه أهل العلمي هل تجوز يعني هل يجوز له أن يقبل دعوة أو لا يجوز لأن بعضهم قال لا يجوز لأن يذهب إليه ولا يأكل من طعامه لأن مال حرام وذهب آخرون من أهل العلم أنه يجوز ولكن إن لم يذهب ليس عليه شيء إذا كان ماله حرام قالوا طبعاً نتكلم عن حرام يعني هو يعني قمار ربا رشو أما إذا كان المال نفسه مسروقاً أو مغصوباً هذا لا يجوز قولاً واحداً لكن نتكلم لا يشتغل بالربا يشتغل بالرشا ويشتغل بالقمار يشتغل بكذا فهذا لك أن لا تجيب دعوته ولك أن تجيب دعوته على الصحيح إن أجبته لا شيء عليك الإثم عليه هو وليس عليك أنت قال أهل العين كذلك إذا كنت صائماً ودعيت إلى ولي مخل نقول غدا مثلاً غدا ودعيت وليت الغدا إن كان هذا الصيام واجباً كان يكون صيام قضاء صيام نذر صيام كفارة إن كان هذا الصيام واجباً تذهب وتدعو له ولا تأكل لأنك صائب وإذا كان هذا الصيام مستحباً نافلة صائب نافلة مثلاً كأيام البيض مثلاً أثنين الخميس يوم ويوم حسب المهم نافلة صيام نافلة فأنت بالخيار يجوز لك هو تذهب لكن يجوز لك أن تفطر ويجوز لك أن لا تفطر أنت مخير بين هذا وهذا كذلك من شروط إجابة الدعوة أن تكون الدعوة خاصة كيف الدعوة خاصة؟ قال لك يا فلان أنت مدعو أما يحط بالشارع دعوة عامة أو يرسل كما يقال في الواتساب الآن لجميع المضافين عنده مثلاً يقول دعوة عامة هذا لا يجب دعوته إجابة دعوته وإنما إذا خصك قال يا فلان أنت مدعو سواء أرسل لك رسالة خاصة بالواتساب سواء أرسلك بالإيميل سواء أرسلك بالهاتف سواء أرسلك بطاقة سواء أكلمك بالهاتف سواء جاءك إلى بيتك أي أرسلك أحداً ألموه إذا خصك بالدعوة واجب إجابة دعوتي أما إذا لم يخصك بالدعوة وإنما دعوة عامة دعوة عامة كثير من الناس اليوم يقول دعوة عامة للجميع هذا لا تجب إجابة دعوتي والله المستعان طيب